أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه خلال هذا العام ستتحمل الدولة مبلغ 54 مليار جنيه كعبء إضافي عن السلع التموينية والخبز وسيكون هذا عبء إضافي للمواد البترولية وتحديدا السولار وأنبوبة البوتجاز ما يقرب من 45 مليار جنيه تتحملها الدولة تخفيفا عن المواطنين أشار مدبولي إلى أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات في إطار حرصها الشديد على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين ومسندة المواطن في تلك الظروف الصعبة الدولة المصرية على مدار الأزمة العالمية وما زلنا بنتحمل جزء كبير جدا من العبء نتيجة لزيادة وارتفاع أسعار المواد الأساسية وعلى الأخص هنا أنا أتكلم عن القمح وأيضا السلع التموينية وأيضا المواد البترولية اللي إحنا ما زلنا بندعم جزء كبير جدا منها هنا أتكلم على الأخص على موضوع السولار وعلى موضوع أنبوبة البوتجاز أنا حدي لحضركم بس رقمين إحنا كان محطوط في الموازنة أرقام محددة لسواء للدعم السلع التموينية والخبز وأيضا للمواد البترولية أنا عايز أقول بس أن هذا العام نتيجة للارتفاعات الكبيرة حيبقى هناك عبء إضافي للسلع التموينية والخبز 54 مليار جنيه برضو الدولة المصرية بتتحمله وحيكون هناك عبء إضافي للمواد البترولية وتحديدا السولار وأنبوبة البوتجاز حيصل إلى ما يقرب من 45 مليار جنيه لما نجمع الاتنين إحنا بنتكلم في 100 مليار جنيه أخرى